عقد الرئيس عبدالفتاح السيس اجتماعا مع قائد قوة الجوية الفريق محمد عباس حلمي ومستشار رئيس الجمهورية للتغطية العمراني اللواء أمير سيد أحمد ومدير مشروع مستقبل مصر المقدم طيار بهاء الدين الغنامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى لموتى باعة تطورات الموقف التلفذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من مليوني فدانة وطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء كما تبع الرئيس السيسي تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع هذا وأضف متحدث الرئيس أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية